السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا ربتكم كويسين فقه احسن حال يا رب معكم زميلتكم اليمين محمد ان شاء الله نصرح نريدها الابعة تقريبا عندكم ان شاء الله هو الابعة نعم لانه وقت ونظر منه أكبر استفادة ممكن يعني زين رأس الأبناء مدنا نتقال زماننا اللي سبقونا بالرحمة والمغفرة وأن ربنا رحقنا بهم على خير وصبر أهليهم يا رب الله دي الموادية المفروض نغطيها النهاردة هو علمان السيكشن فايت اند فلايت يعني الفايت يعني أواجه حاجة أو هبتدي خلاصة هدخول لو في خناء أو حاجة هدخلها فلايت لا هبتدي أهرب منها يعني اي فايت اند فلايت ده أصلي او السيكشن نهاردة هتكلمنا عن ايه السيكشن نهاردة هتكلمنا عن ان الجسم هيتعرض لحاجة هو ممكنش عمل حسابه لها حاجة هو حاس انها تهدد حياته فهو هيبقى قدامه طريق من اثنين لإما يفايت ثاني قلنا المفروض الجسم هيبقى قدامه حاجة من اثنين لإما يقعد ويواجه اللي قدامه ده يعني حصل له حاجة ما هو مش متوقحة مثلا حاجة حصلته بشكل فجائي فهو لإما يوقف ويواجه الحاجة دي لإما هياخد أسهل طريق اللي هو هيجري هيجري المكان أمين له يبقى هو ده معنى الفايت أو فلايت هو حاجة حصلت بشكل فجائي للإنسان عشان كده هي أكيوت حاجة حصلت أنا مكتش عامل حسابها الجسم مش مستعدلها أصلا فأنا هبتدي الجسم بقى هياخد رد فائل أكيد فهيبتدي يحصل حاجات فيه في السيولوجية حاجات طبيعية في الجسم هتحصل مش مرض ولا حاجة يعني كل اللي هنقول ده مش هيعتبر أمراض لا دي حاجة في السيولوجية الجسم بيحاول يتواكب مع اللي بيحصله من بره ده عشان نيعمل حاجة من اثنين لا إما يقف ويواجه اللي بيحصله ده لا إما هيجري هيجري بعيد لما كان آمن له تمام تمام يبقى ايه هو ديفينيشن متاع فايت أن فلايت خلي بقى عشان الديفينيشن ده بيجي بيجي كتير في الامتحانات يعني بس أنا أجيب لك صورة لعلاقة بالسيكشن أنا بدر السيكشن نقوله كله قولينا ده ايه أصلا أو ده ايه الصورة ده يتعبر عني أصلا ايه هنقوله انه هو بيعابر عن فايت أن فلايت أو فلايت ريسبونس وهيقول لك عرفوا فهذا التعريف هيبقى التعريف بتاعه تمام 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 هو اصلا احنا عارفين خلينا عارفين ان فايت أن فلايت ريسبونس ده هو حاجة حاجة حصلت فجأة الجسم كنت شاعمل حسابها هو عبار عن فسيولوجية حاجة فسيولوجية حاجة مش هيتبقى مرضي يعني كل التغيرات اللي نقولها دلوقتي ده ما تعتبرش أمراض لا ده حاجة الجسم بيحاول يواكب اللي حصله هو في في موقف ايه احنا قلنا الجسم هاخد الرد فعلي ده ليه او هاخد رد كلها تحصل ليه عشان هو حس بخطر من برا حس ان في حاجة ممكن تهدد حياته او تهدده من برا اي حاجة بقى سواء كان حاجة هتهدد بقاوه اصلا على قادر حياة ده كله فهو الجسم هيختر حاجة من اثنين انت هتختر حاجة من اثنين لا اما هتقعد وتتعامل وهو ده الفايت انت هتقعد مع الموقف هتتعامل معاه لا اما هتختار الفرايت هتختار 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 التكري بعيد ده الحاجة الامينة اقرب ما كان امن لك فهو ده باختصار هتختار فهو ده الانه بالقناة هتحدث فيه شوية يعني بذلك يتعامل مع الانضبطات ماذا سيتم مسؤول عن هذا المسؤول ؟ أنا حصلت حاجة خطر انتو اعرفون ان يكون مسؤول عن لحالة الحجم او الدفاع عن الجسم هو المسؤول عن كل منه يكون السمهاتك هذا المسؤول لابد ان تنشطه يعني هو السمبساتك ده هيشتغل لوحده اكيد مش هيشتغل لوحده فلازم تحصل شوية حاجات كده عشان السمبساتك يبتدي اصلا يتنشط عشان يقوم بالوظائف الثانية اللي احنا قلناه اللي هتحصل اصلا في بقية الجسم هننشط السمبسات كده ازاي طيب في حاجة في منطقة كده هي دي اول حاجة او اول مكان هيستجيب اصلا هو اول مكان هيشعر او هيستجيب للخطر اللي حواليه ده هي منطقة الامجدالة اللي بتبقى تقريبا في الهايبوس هنو بسط عندكم هي دي اول حاجة هي دي البداية هي دي اللي اصلا هتشعر بالخطر اللي حواليه الجسم فهتبتدي بقى الامجدالة دي هتروح هتروح تحفز تحفز الادرينيالجلاند عشان تطلع لكوتك الكاتوكولامين احنا عارفين اصلا من البداية اللي من السمبساتك ده هيتنشط ازاي مشي احنا قلنا الفايت والفرايت هينشطها ايه هينشطها لسمبساتك فالسمبساتك ده عشان يتنشط ل لكنهم تحتاجون الكاتوكولامين اللي هو الادرينيالاليين و النور ادرينيالين اللي Bakasin M Nhadrally Theory's من اللي هي هاتروح هتروح هاتروح الادرينيالجلاند suspendها حي هاتروح الادرينيالجلاند و سلتحفز تطلع لهاcie Feed him from Organic Language نعم احنا ن ooksonum 大 pierwszy wón бесじゃない هو الأدرينين والنور الأدرينين فلنور أدرينين سوف نكتب نحن نريد أن يعمل السماساتك يعمل لكي يعمل لذلك يجب أن يعمل الأدرينالي الأدرينالي سيأتي من الأدرينالي من اللي هيشغالها او من اللي هيديها الاول يعني او اللي هتشغالها اصلا هي منطقة الامجدالة عند الهايبوسالمس يبقى البداية عندي فين اللي شعر بالخطر اول مرة او ايه اول حاجة البداية عندي هي الامجدالة دي الامجدالة هتروح عن طريق الهايبوسالمس نفسه مع الهايبوسالمس هنا الهايبوسالمس هنا هتروح يحفز الادرينيان الاجلاند هتطلع لي الادرينين ونور ادرينيان عشان الادرينيان ونور ادرينيان يروح يشغل السامستكسيستم اللي هيعمل لكل الفيسيولوجيكالي تشينج السيلي هناخده هدلوقتي قدام تمام تمام يبقى تاني انا عندي الاسبونس اصلا ماذا سيحصل على بداية خلص الفيسيولوجيكاليان هو احنا قلنا هو اكتوت السيليس حلو حلو البادي هيشتغل معه بسيولوجيكاليان اللي هيتاكتيفيتد عن طريق الادرينيان اللي هتاكتيفيه عن طريق ايه؟ اللي هي هتطلع لي كوتوكولومي سواء كان ادرينيل او نور ادرينيين هيدخل الجسم الادرينيان و ادرينيال ده و السبساتك يشتغل هيعمل لي شوية تشينجس هنقولها دلوقتي الجسم هيفضل بعد ميزول اي خطر عنه اللي هو بقى خلاص هيحسن هو انا خلاص الخطر الراح وكل ده هيفضل من عشرين لستين دقيقة عشان يرجع الجسم طبيعته تاني يعني كل التغيرات اللي احنا هنقولها دلوقتي تروح تبتدي خلاص تخطفي معادش فيه اثر للتغيرات تاني بيقعد من عشرين لستين دقيقة الرقم دي الدكتور قالت مهم نحن دلوقتي عندنا التعريف مهم و الرقم ده مهم مسأله في كتير في الامتحانات الجسم بياخد قديها لكي يرجع تاني مكانه من عشرين لستين دقيقة اهو ده مسأل اه زي ما قلنا حد اه السورة دي برضو مشهورة قوي انها بتيجي في الامتحانات ويجي السورة دي حد بيجي الوراء اساد يقول لك اهل ريزبونس هنا اصلا او السورة دي بتعبر عن ايه هنقولها بتعبر عن فايد اند فلايد ايه حد ايه اللي انا بعملها باقراطي وعندين حاجة تاني هى الاوتوميم اوتوميك نورفاستي اوتونوميك نيرفا السيستمي هي شيء الايرادية الحاجة تطلع مني ليس انا اللي هتحكم فيها ليس انا اللي هتحكم فيها خالص هادينه هي بتتكوين من سمبساتك و برا سمبساتك ليننظموها ليس لان هم يبدأوها او كده لا اوتونوميك نيرفا السيستم هي شغالة لوحدها مثل الهارت ريت ما فيش حد يتحكم في ضربات قلبه بس ود السمبساتك والبرسينبساتك هو اللي ينظم لضربات القلب دي تمام تمام من ضمن امثلة هذه كلها الأمثلة للأوتونوميك نورفا السيستم الحاجة التي لا تتحكم فيها وفي نفس الوقت هي سمساتك وبارسة نورفا السيستم هو عبارة عن ميكانيزم اللي يتحكم هذا الحاجة الأساسية اللي سمساتك نورفا السيستم أصلا يبقى تحنا كل اللي هنقول ده اللي كان عامل له أصلا إيه واسم باسمبساتك بس زي ما احنا عارفين انه هو زي ما فيه سمبساتك في بارسة سمبساتك هو هيقولك كلمتين كده بس وخلاص هو حرفين كلمتين عن البرسة سمبساتك فنقوله مع شن نخلص وعشان الباقي كله هيبقى له علاقة بالسمبساتك طيب هو الأرجن بتاعها الأرجن هتخرج منين الأرجن بتاع البرسة نورفا السيستم اللي في الوزبانان هيخرج منين هيخرج من الكنرانوس كرينيوساكرا نحن عارفين من اكشن اصلا بتاع البرسة مستاتك هو الريست والديجست يعني انسان يبقى قاعد في البيت تحت المروحة كده مش همه حاجة ومفيش استثار مباره فيش اي حاجة هو ده بيبقى الشغال الوحيد الشغال عندك هي البرسة مستاتك هو ده المسؤول عن الريست والديجست انا نقول ان الجسم بعد حالة تهديد جهاز تخرج لحاله طبيعية من هبقى المسؤول للجسم يرجع تخرج لحاله طبيعية هو البراسة المستاتك هو المسؤول عن الهومستيزذذي يتمانزل همستيزذذذين من الارفين ،،، وبالتالي، ا Hawk Nervous System ،،، جميعنا نجد أن نجد سمبستاك نيرفا سيستم نبليت من حالة برجاء الرسمي ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،، يجب السمبساتك كما كان الادرانيين و النور ادرانيين يجب التقوم بعمل فنحن لدينا الاسطيل كنين هو الذي يجب السمبساتك يعمل نهي السمبساتك نوراستم نيجب على السمبساتك سيطلع من سولوكورامبا هو المسؤول على حالة الفايتاند فلايت والنور ادرانيين هو الذي يحفزه تمام تمام؟ نحن كده. الحاجة ما بين التنين كورونا بين التنين البرا سمبستاتك هو الان بتاعته هو في اعادة الجسم ان من بائه متشان إلى ستين دقيقة والبرا سمبيستاتك التي يشغلها هو أسادها القليجة انما السمبستاتك النور اكتر حاجة اقدريني النور اقدريني اقلبه النور اقدريني دي بقى بتاع بسيطة كده مراجعة بسيطة احنا قلنا بتبدأ مع عندي اه مع الامجدالة اللي هي بتبقى في الهايب وسلمس هيروح هنحفز ايه ده كله عشان نحفز السمبستاتك عن طريق اللي هو هيبعك اشارات للادرينيال الجيلانت عشان تطلع الكتر الكولامين بتاعها الكتر الكولامين ده هيحفز لي السمبستاتك النور والسيستم عشان يعملي شوية فسيوليوشيك هر اكتشن ايه اللي تشينجز او فسيوليوشيك هر اكتشن احنا هنقول العمبتن كده اللي هيحصل وبعدين في الاخر هنقرأ ونجمع تمام 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 احنا اول حاجة انت دلوقتي في اخناقة احنا في اخناقة تمام تمام احنا في حالة دلوقتي فايد احنا هنحارب وفاة في حالة خناقة وعايزين بلوقتي السمبستاتك نشتاق فهيحصل ايه؟ احنا محتاجين ايه؟ نحفزهم كده هي دكتورة بتاع الله لي بارك لها دكتورة السيكشل احنا صراحة ايه كده نجمعها من تجمعها ديا وصراحة تجمعها كويسة احنا معانا ايه؟ معانا اول حاجة احنا محتاجين دم محتاجين دم عشان يدخوا كده القلب يدخوا بالدم عشان اعرف المجهود بتاعه وكده يتبزل كويس احتاج دم احتاج هوا وطاقه محتاج عشوف محتاج اتخاذ المجهود بالخناقة مشرط شيف تفاصيل في الخناقة مشرط شيف المجهود بالخناق الاحتاج احنا احتاج اخلص من يمكن من يوم ومن الاشمال احتاج احنا مكان واسع اوسع المساحة التي تشاهدها و سأخد كمية ضغد كبيرة عشان أبدأ أشوف بشكل أوسع تمام طيب أنا محتاج دم محتاج هوي محتاج طاقة محتاج أشوف و محتاج أيضا محتاج الان إلى يتسري لأي حاجة تانية قريب كأنني لم أحاولها أي حاجة تانية عليها في الخناء أن لم أممشي آفة الرجال للتقيطة على أفضل réussi يبدأ كثيرا محتاجين محتاجين دم وهوت , ومحتاجين دم و هوى و طاقة ومحتاجين اللي انا اشوف في الخناء ومحتاجين اي حاجة تانية انا مش عايزها محتاجة دم هاجب الدم دم نين انا محتاج الدم يروح يتمركز اكتر هعمل شفت الدم اللي هو يتمركز اكتر في الحادة اللي انا عايزها مثلا اسكلتا المصر والكورنالي بلاد فيزل اللي هو رايح للقلب انا عايز القلب يشتغل بكفاء كويسة عشان اي 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 اشتغل هو المركز الرئاسي بتاعي تمام تمام يبقى انا كده محتاجة الدم يروح لسكلتا المصل والكورنالي بلاد فيزل غير كده اي 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 منطقة تانية انا مش محتاجة فيها الدم بكمية كبيرة كمية كبيرة زي ما رايح ما احتاجان في المنطقتين دول يبقى انا كده هعمل فازو كونتراكشن هاد هي الاواعيات الدموية اللي راحل اي منطقة تانية عشان ما تروح لهاش كمية الدم اكبر من المنطق دي لا انا عايز اي اكبر كمية الدم تروح للمنطق دي بس تمام يبقى انا هعمل كده فازو كونتراكشن لكل مناطق الجسم معادة الحاجسين ده البلاد فيزل اللي راحل لسكلتا المصل وكمان يكونون البلاد فيزل دي المنطقتين الوحدين اللي هيحصل لهم فازو كونتراكشن عشان يبقى لهم اكبر كمية الدم ممكنة تمام تمام انا تلوقتي مودية دم للقلب انا مودية دم كتير للقلب فانا عايزة للقلب يشتغل كتير فاهم الستموليشن لأي كارديك بيرو بيرتي يعني هزود هزود اي حاجة في القلب هزودها تمام تمام انا تلوقتي عايزة اصلا مغزونة دم بتاعي زيد يعني عايزة الدم اللي في اسمي يسيد اكتر فهروح اجيب من المغزن الاساسي اللي لدم بتاعي اللي هو الاسبلين هروح احصره الاسبلين حرفين هحصره اعمل له كنتراكشن جدا للاسبلين عشان اطلع كل الدم اللي فيه ازود الدم اللي في جسم كله بقى انا هعمل ثلاث حاجات عشان احصر على الدم اعمل فازو دايلاتيشن لكل فازو دايلاتيشن لكل البلوت بيزلز اللي راحة للجسم معادة في منطقتين اتنين اللي هو السكيلتا المصل ولكلوني البلوت بيزلز هروح ازود كفاءة القلب نفسه هزود الكارديك بيرتس هزود الهارتريت واعمل وزود الكنتراكشن جدا للكل دا هزوده ثلاث حاجة هزود هزود مخدوني الدم عندي اصلا اللي هو هروح اعمل عشان اطلع كل الدم اللي عندي تمام تمام على كده خلصنا الدم طيب بالنسبة الهواء الهواء يبقى اعمل برونكو دوليتيشن في عشان اخد كمية هواء اكبر وعرف اتنفذ وهو يحاول لنا الجلاكج اللي عنده ده الجروكوز عملي اسمها الجلاكج هنقلوها دلوقتي مع بعض تمام تمام لك ده اجبنا دم وهوى وطاقة عايزين العين احنا قلنا احنا عايزين نشوف اكبر قدر ممكن من الناس انه انا عايز اعرف مين هيجي يدربني من يمين مين هيجي يدربني في شمال انا عايزة مش عايزة كفاءة على قد انا عايزة مجال اوسع عشان كده هامل فازو هوسع حضقة العين عشان اخد اكبر كم من الضوء عشان اشوف انا محتاجة اشوف انا من يمين شمال فوق تحت كده مش محتاجة اشوف الكفاءة العالية اللي هو انا اشوف ده لابس ايه وده بيت ولا ولد وده لا مش عايز الكفاءة دي انا عايز انا عايز حرفين كم كبيرة عشان اشوف اكتر مش شرط الكفاءة عندي تمام تمام احنا كده دخلنا ايه دم وهوى دم وهوى وطاقة وضوء تعال نقولهم بعد كده هنكمل كل الحاجات التانية للمشن التانية احنا قلنا اول حاجة احنا قلنا ان الدم اول حاجة نعمل لكل معظم اجزاء الجسم معادة لسكيلتا المصل وكلون البلات بيزل دل منطقة الواحدة اللي هعملهم فضو دولاتيشا تانية حاجة اه هنعمل لكل كارد كبير برت سواء كان هارتريد بقى الكنتراكتريتي الاجزايتابلتي كل ده هنعملو ايه فضو دولاتيشا اه هنعملو استمولوس حلو حلو وان هنروح لليسبلين ثواني هنروح لليسبلين اه نعملو كونتراكشن لليسبلين عشان نطلع كل البلات اللي فيه نزود اكتر كمية البلات الموجودة في الايه في السيركوليشن من الجهة تانية حاجة خلصنا الدم حلو عايزين الهوا هنعمل اه برونكو ديليتيشن ونوسع الطريق الهوا عشان اكبر كدر الممكن للهوا ده عشان نحصل على الاكسوجين اللي هنحتاجه عشان احرق احرق الجلوكود اللي في اسمي ده عشان اطلع طاقة تمام تمام طيب الليفر قلنا هنروح لليفر عشان نجيبه الطاقة دي هنعمل ايه هنعمل اه هنعمل اللي هو هنحاول الجلايكوجن اللي في الليفر لجلوكوز عشان ازود اه بلات جلوكوز في الجسم تمام هنعمل في البيوبل اللي هي مايدريزيس نفسها التوسيع حطوك العين معناه مايدريزيس عشان اخد اكتر قدر ممكن من الضوء عشان اشوف اه اشوف اللي حولها اكتر انا نشوف اوسع مجال الرؤية بتاعتي اكبر تمام تمام خلاص جده دم وهوا طاقة ورؤية دلوقتي بقنا نعمل انهيبشن لأي حاجه احنا مش محتاجينها تاني في الجسم يعني اي مثل ايه انجيو ايه مسلاً اه 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 هعامل انهيبشن لها احجفه استخناقة ولا كلها ما عليش يصل انا لازم اروح للحمام دلوقتي لا ما ينفعش فهي اريد انهيبشن لده كله. طيب انهيبشن بقى لسالفشن قولنا وهنعمل انهيبشن لكل الاستومك والقبر انتصاني الاكشن كل ده هنعملون انهيبشن. طيب الهينالبرادر بقى هنعمل لها انهيبشن ازاي مسلا. الهينالبرادر بتبقى عبارة عن حاجتين. تبقى عبارة عن جدار كده وفيه سفنكتر اللي تحت كده. ده السفنكتر بتاعها وده الجدار. طيب احنا محتاجين نعمل حاجتين. السفنكتر ده لازم بيبقى عفول هنقفله. يبقى نعمل كونتراكشن للسفنكتر ده. ده من كونتراكشن عشان يتقفل. مش عايزينه مفتوح خلاص طيب. طيب والجدار بتاعه اللي نفسها هعمل فيه هعمل لازم اقلل التقلصات اللي فيه. وعمله تمام تمام. ونعمل ترامل جدا ونعمل كل ده. حكت كمان اسمها تراملينج. دكتور قالت لي هي جت مرة واحدة في الامتحان تعرفها. تراملينج ده هي عبارة عن ايه? بيحصل في كل اعضاء الجسم يعني بيبقى في شدة كده في العضلات الجسم مع رقشة بسيطة. هي بتبقى اي خطر او ضغط كده العضلات بتحصل فيها تنس كده عشان تعمل الاكشن بتاعها فهو بيحصل فيه التنشن ده التنس اللي بيحصل ده هينتج عنه ترمبينج ده قلنا هي بتبقى رعشة بسيطة كده في العضلات تمام تمام طيب بيحصل باقي تاني بيحصل بيل او في الوشن ساعة الواحد كده هو بيتخاني تلاقيه مرة واحدة وشه بهت مرة واحدة كده وشه به اصفر واحد تاني يقولك لا ده وشه فيه احمر دم فليه ايه العلاقة ما بين هو بيحصل العلاقة ما بينهم بيحصل التبادل مع بعض كل واحد فيهم بيبدل التاني شوية الدكتورة فصلتها انها ان المخ نفسه بيبقى محتاج دم فهو كل ما بيبقى محتاج دم اللي بيبتدي يوسع الاوائياء دمويلة اللي رحوله مش هازين يدخل في حتة دي عشان نبقى مركزين اللي كل بيحصل له هو انما الحتة التانية دي هي بس الدكتورة قالتها للتوضيح ان هو البرين بيحتاج دم فهو بيبتدي الوش الوحمر ده عشان بيبتدي بيحصل في كده عشان يروح كمية دم كتيرة للمخ وبعد كده بيروح قافل خلاص المخ اخد احتياجه فبيرجع تاني الوش يبهد تاني يحصل له بيننج يبهد ويرجع تاني المخ يحتاج تاني بعد مثلا عشر ربع ساعة يحتاج دم تاني فنبتدي وموديله بس فهي دي اللي التوضيح مش اكتر نمح زي ما احنا متفقين ان اللي بيحصل له هو بس خلاص احنا كده خلصنا فاضل بس يجوز الاسئلة خلاص بقى اه ممكن مسلا يجيب لك السورة دية يجيب لك السورة دي مسلا وهو بيقول لك بقى دي سورة قلبه هم ماشي تمام بيقول لك اكيوت استريسي سبونس ليه التووي الاكيوت استريسي سبونس ليه التووي مش احنا قلنا في التعريفة للبداية خلص دي اصلا اه حاجة كلمة تانية تمام بيقول لك ده عمل ايه للكورون البلد فيزلز سمعني انجيبيه الاسئة احنا قلنا الكورون البلد فيزلز الوحيد اللي بيحصل له فيه تمام طيب فيه احنا قلنا اي بلد فيزلز تانية غير الكورون البلد فيزلز والبيزلز اللي راح لسكليت المصر كلها بيحصل له يبقى هنا هيحصل تمام تمام طيب بيقول لك بيحصل بسبب ايه احنا قلنا السبب اصلا او سبب ده كله هو اللي يحصل بسبباتك نفسه هذا البضي ده هياخد قد ايه عشان الجسم ياخد قد ايه عشان يرجع تاني الحالة الطبيعية وانه من 20 لستين ديه ممكن يجيب لنا الصورة دي كده هو ممكن يجيب لك الصورة دي كده في الامتحان ويقول لك انه هو ده السببستاتك بيخرج منه احنا قلنا سببستاتك سراكو رمبر بيخرج منه انه ده السببستاتك شغال وسببستاتك راح للهارتة هو هقولك ايه التغيرات اللي هتحصل للهارت بسبب السببستاتك ده سببستاتك هيأثر عليها ازاي احنا قلنا بزود السببستاتك ما بيروح سيزود كل البرورسيبستات القلب سيزود الهارت وكتبا سيزود البلات بلجر سيزود فصل الهارتة في الكلار البلات بزيلز محدش يروقن يقول ايه هسله بيعمل كنتراكشل السبلين عشان يزود الدم لا هو اجيب لك صورة قلب يعني هو عايز التغيرات اللي تحصل في القلب اه انا معاكل هو بيعمل كنتراكشل السبلين عشان يزود الدم في الاواعيات الدموية بس ده مش اللي طلبه هنا التغيرات اللي بتحصل في القلب بس سماساتك بأستميليشن اللي بيأثر على الليفر هيقديل ايه؟ حنا قلنا بيروح للليفر يعمل ايه؟ هيزود التحويل الجليكروجين الى جلوكوز عشان هزود الجلوكوز في الجسم تعريف الفات انتفلايت قلنا هون هو مهم وبيك عشان بوقت الفيديو بس يعني ايه؟ التعريف نقول للتعريف هو في زر شكل الاكشن هيحصل للجسم كاستجابة للهارمفول سواء كان باللستي اندي ديل او اللي انت رانوي الصورة دي برده او مشهورة اوي هو يجيب بصورة اسد دا ويقول لك الصورة دي بتعبر عن ايه اصلا فحنا نقول او كيوت ستريس رسبونس برده منشان تلات طائرات تلاتة شنسس تلات حاجات تحصل في الجسم ايه تلاتة حاجات من الحد واشر هم تقريبا حد واشر هناك ايه تلاتة انا هنا كتبت الجليكون جينسس اللي بحصل في الليبر والبرونكو ديلاتيشن ممكن نعمل فازو ديلاتيشن فازو ديلاتيشن فازو ديلاتيشن ايه تلاتة هاو محددش الصورة دي برضو تت موجودة في اسئلة ده صورة ايه صورة ايه حاضر كتلان دي واسعة ايه دي مش طبيعية انا لو كان في صورة تانية المهم ان دي حاضر كتلان واسعة مش دي مش النورمال خالص مش النورمال بتاع العين فده حصل ايه ان البيوبل حصلها ديلاتيشن مجن رفيلتو ايه اصلا بعد ذلك شايفت بس الفيديو قطعه فان احنا بدأنا من بدأنا من هنا تمام ايه هي دي صورة ايه احنا شايفين حاضر كتلان واسعة خالصة هي حاضر كتلان واسعة بقى حصل ديلاتيشن في البيوبل او ميدريزيس يعني الصورة دي بتدل على ايه او ديلاتيشن في البيوبل كيف حصل ايه بصبب ايه اصلا ايه اهمية بقى احنا قلنا في البداية اهميته ايه ده بسبب ايه اهميته اللي احنا اعاوز تدخل اكبر اكبر ممكن تدخل عشان اشوف اللي حواليه بقى انكيز اللايت الانسو اي اصلا وعشان اعمل ايه اشوف اه اضاءة احسن للحواليه تمام تمام يقولك بقى منشان الاربعة تشينجز بيحصلوا في البادي اي اربعة يكتبوا تمام تمام دي عبارة عن ايه احنا زي ما قلت اللواء ممكن يجيب لك اي اي عضو من الاعضاء اللي بيحصل لها تشينجز يعني ايه ويسألك عليه يقولك ده ايه او ايه انتظرت له هتحصل اينا او ايه اللي هيامل كده فنبقى عارفين يعني ده احنا عارفين احنا عارفين احنا عارفين احنا قلنا بتبقى بان عنول كده جدار بتاعها نازل بسفنكتر كده تمام تمام هيقولك بيشور لي ايه هو مفروض هنا كان يسأل اصلا بيحصل لها ايه ونبر واحد ده هيصل لها ايه اللي عارفين ايه هاي حصل له ايه سفنكتر اي سفنكتر اي سفنكتر بحصل لها تمام تمام الروزبانزو ده بيحصل بسبب ايه وانه السبسات الجسميليشن طيب ديفينيشن الفات اند فلايت وانه ديفينيشن مهم اوي وديه الاجابات بحل بقى اشفايت ايه خالص الرياكشن بتاع الفات انفلايت ده عبارة عن ايه هو في السيريوريجي كرار اكبر بيحصل له ايه بانجريز. اللي بيحصل البيوبل بيحصل ايه احنا ولسه اينا اللي هو بيحصل عشان ندخل اكبر كمية دق ممكنة. كده خلاص تقريبا تمام خلاص. نقول بس المهم في الدكتور اقلت اهم حاجة ان ده مهم مقوي. اه وبيحصل كمال اللي هو بيبقى من عشرين لستين منت. قالت بتسأل فيه دايما لازم يسأله فيه. اه والاورجن قالت الاورجن بتاها لسماساتك او برسماساتك بس الاورجن بقى اللي هو يبقى ايه ممكن يبلك عضو معين زي الصورة بتاع تلوية برادر مسلا ويسألك الاورجن بتاعها فين. فالاورجن بتاعته هتجبه من النظر عندك مش بس من العملي هي قالت كده بس مش عارفة بقى ده هل فعلا هيجبه في العملي ولا لا. اه وحاجة دي مهم بقى قوي تحفظها. اه عشان يعني بتيجي في الامتحانات وكده. تمام? تمام. كده خلصنا السيكشن. اه ربكم استفدتوا ولو جزو صغير ربنا معكم يا رب و بالتوفيق يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك اشان انا لعين اللي انت استغفر الكرد و بيشك. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة